للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان عضو هيئة علماء المسلمين بالعراق سيد ثامر العلواني أهلا بك سيدي سيد ثامر وصفت الهيئة في بيانها ما يجري في سوريا حاليا بالانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان كيف تنظرون إلى هذه الهجمة التي يتعرض لها الشعب السوري خلال الأيام الأخيرة؟ أختي الكريمة العالم كله يشهد ويراقد الجرائم التي يرتكبها النظام السوري ومن ورائه النظام الإيراني وحكومة بغداد والحكومة الروسية وأيضا مشاركة في ذلك الحكومة الأمريكية ودول أخرى متعاونة مع نظام بشار الأسد ويمكن أن نقول أن من أكبر الجرائم وأبشعها في التاريخ المعاصر هو ما يجري للشعب السوري على مدار أكثر من سبع سنوات استخدمت هذه الدول أبشع الأسلحة صواريخ موجهة، قاصفات، راجمات، طائرات، مدافع وحتى الأسلحة المحرمة دوليا استخدمها النظام السوري وحلفائه لإخماد ثورة الششب السوري التي هي في الأصل سلمية عفوية قامت ضد القمع والفساد والدكتاتورية فالشعب السوري لم يطالب إلا بالحرية والكرامة وحقوقه المسلوبة ثلفا لكن للأسف راح ضحية هذه المطالبة مئات الآلاف من الشهداء وملايين من المهجرين ولم تفرق الإبادة الجماعية للشعب السوري بين الأطفال أو النساء أو الشيوخ أو الشباب لأن الجلاد ومن وراءه كانوا يأنفون سماع الحق والمطالب به والهيئة اليوم بيّنت ووثقت في بيانها فصلا وحلقة من حلقات الإجرام البشع بحق الشعب السوري نعم برأيكم ما هي دوافع النظام لاستهداف المدنيين عمدا للأسف أختي الكريمة النظام السوري الآن هو بحكم القاتل المأجور الفاشل فهو يستهدف المدنيين بشكل عشوائي ويستهدف غالب المراكز الحيوية ليدخل الرعب في قلوب الناس وبالتالي كسر إرادة الشعب السوري وإضعاف الروح المعنوية التي من خلالها يمكن تفكيك الحاضن الشعبية وأيضا هناك في النظام السوري مرض المتعب الحاق الأذى والألم بالناس النابع من استباحة دماء الآخرين لكن مع كل ذلك يمكن أن نقول أن النظام السوري وحلفائه فشلوا في إخماد ثورة الشعب السوري نعم كان بيان الهيئة أيضا دعا كافة الفصائل لتوحد كيف أثرت فرقة الفصائل بنظركم في الأوضاع الميدانية في السوريا؟ لا شك أن تطور الثورة السورية من الاحتجاجات السلمية إلى اتفاع عن نفسها وتشكيل فصائل متعددة لحماية الشعب السوري أمر طبيعي في ظل الأوضاع الراهنة ولا شك أن هناك إخفاقات لأن الشعب السوري يواجه قوى الشر والظلام في العالم المتمثلة بروسيا وإيران وميليشياتها وأيضا الأمريكان وأيضا ما كونوهم من ميليشيات لكن يجب تجنب هذه الخلافات في ظل المشاهد المؤلمة من القتل والدمار التي يتعرض لها الشعب السوري لذلك فإن الهيئة عندما تؤكد وتدعو جميع الفصائل بنبذ الخلاف والتوحد فهذا لأنها تملك رصيدا كبيرا من الخضرة التي اكتسبتها من الوضع في العراق لأن وحدة الصف تعني أن هزيمة الأعداء أمر واقع لا محالة باعتباركم تحدثتم عن العراق إلى أي مدى ساهمت سياسات الحكومة الحالية في العراق في تفاقم معاناة الشعب السوري حكومة العراق الحالية ومن قبلها أيضا حكومة المالكة للأسف ساهمت بشكل كبير في معاناة الشعب السوري بل هي أحد أدوات قتله وتشريده تمى الوضع في العراق وذلك من عدة جوانب أولا الجانب القتالي المباشر فقد أرسلت حكومة بغداد ميليشيات عراقية ترعاها الحكومة الحالية الموالية لإيران للقتال المباشر ضد الشعب السوري وهذا أمر لا نكره عاقل فضلا عن انتشار فيديوهات كثيرة جدا لهذه الميليشيات وهي تتجول وتقاتل في سوريا ثانيا مساهمة الحكومة الحالية باستخدام أو بتسهيل استخدام الممرات العراقية للحكومة الإيرانية بتمريرها جنودها وعتادها من خلال العراق إلى سوريا برا وجوا ثالثا كانت حكومة بغداد للأسف تتحفظ وترفض القرارات التي تديني النظام السوري راضي عن وقوف الحكومة الحالية موقف مغزي ومعيف وذلك عندما منعت النازحين السوريين من دخول العراق في الوقت الذي كانت دول أخرى قد استقبلتهم وأمنت كل احتياجاتهم فأنا كعراقي أقول موقف حكومة بغداد كان عارا وتلمة في تاريخ العراق المعاصر لكن نقول للشعب السوري أن هؤلاء لا يمثلون الشعب العراقي وأنهم جزء من الإرادة الإيرانية في المنطقة ولا بد أن تسمعوا صوت الهيئة لأنه هو الذي يمثل صوت الشعب العراقي الحقيقي الحر أشكرك جزيل الشكر ثامر العلواني عضو هاية علماء المسلمين كنت معنا عبر الهاتف من عمان ترجمة نانسي قنقر